بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين والسلم تسليما كثيرا عباد الله أيها المؤمنون فإن الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد فلا إيمان لمن لا صبر له ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أهد عطاء خيرا وأوسع من الصبر وبه يزهر الفرق بين ذوي العزائم والهمم وبين ذوي الجبن والدعف وجزاء الصابرين أنهم يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة أي يجزون المنازل الرفيعة والمساكن الأنيقة الجامعة لكل ما يشتهى وتلذ الأعين وذلك بسبب صبرهم نالوا ما نالوا أيها المؤمنون الصبر خلق فاضل وحقيقته ترك الشكوى من ألم البلاء لغير الله تعالى لأن الله تعالى أثنى على أيوب عليه السلام بالصبر بقوله إننا وجدناه صابرا نعمل عبد إنه أواب معدواه في دفع الظر عنه بقوله وإيوب إذ نادى ربه أني مسني الظر وأنت أرحم الرحمن وإن أرحم صاحب أعتقد هو اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 كوموا إلى صلاتكم يا حمكم الله